قص الأهلي اللي النهاردة أجازة واخد راحة بعد التأهل الرسمي إلى دور التمانية من دوري أبطال إفريقيا دلوقتي التركيز بقى على أنه مطش سيمبا ده إزاي نستغله استغلالا جيدا نظهر فيه بشكل كويس فنوصل رسائل أن اللي شفتوه في مطش المريخ واللي شفتوه في المجموعة كلها مش هو ده الأهلي اللي مطموحه رايح للقب عاشر وتاني على التوالي لدوري أبطال إفريقيا ولكن هو كمان بيفكر فيها بشكل مختلف ليه ما استغلش المباراة اللي تحصيل حاصل من كل جوانبها لو اتعدلت زي لو كسبت زي لو خسرت على مستوى ترتيبي واستمراري في البطولة فليه ما أجربش بعض اللاعبين اللي بقى لهم كتير ما بياخدوش فرص وده اللي بيفكر فيه مسماني حاليا بإشراك ناصر ماهر في مواجهة الأهلي إما بدايتها وإما في دقائق من دقائقها خصوصا أنه حصل على تأكيد بأنه طبيا وبدنيا اللاعب أصبح ممتازا ولا يتبقى إلا الرؤية الفنية بتاعتك يا مسماني اللي بناء عليها يبدو أن ناصر ماهر المصاب من بداية الموسم قدام المقصة يبدو أنه سيعود للمشاركة من جديد ليجد اللاعب ناصر ماهر مكانا من جديد ويجد أفشة بديلا ليه في موسم طويل جدا على أفشة سواء محليا أو على المستوى الدولي مع المنتخب الوطني اشتركوا في القناة